السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة اسمر الجزائري بعدما الفرحة الكبيرة اللي فرحت بها على وصول الثلعة الفضي وهذا الشكر كامل يولي لكم انتم متسابعي لأوفية حبيت نشارك معكم كيفاش خدمت هذ لاير كيك اللي ما عنديش خبرة فيها كبيرة ولكن جسدتها وحب نعطي لكم كفكرة عليها تحب ودرها لأعياد لأولادكم ولا أفرحكم ولا مناسبتكم نعطي لكم كل شي بالتباصيل واش هنبدأ اول شي بسم الله وبركات الله هنا عندي نحتاجوا 150 غلام سكر اللي عيرتوا بالكاس اللي معنش ميزان يعمل بالكاس اللي هو كاس ناقص منه أسبوع ونصف ونصف لتر انتع الماء وطرنشة ولا شريحة ليمون ونحركم ونخليهم يغلاءوا فوق النار لمدة ثلاث دقائل هل نحتاجوا 230 غرام السكر ما يعادل كاس ناقص منه نصف وخمسة حبات انتع البيض لازم البيض هنا يكون درجة حرارة الغرفة تخرجوا من مدة 6 ساعات تحطوه برا في الكوزينة لكي يأخذ هذه الدرجة حرارة الغرفة هذا الطاص اللي يساعدني بزا 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 بش نخدم في لايركيج بسكويرولي المادلين يعني طاص ما شاء الله اللي نخلط في كامل المكونات هنا بعد ما حطيت خمسة حبة على البيض انتوعي نخلطهم جيدا يعني في لايركيج تاكم ولا البسكويرولي ولا المادلين العزم البيض يتخلط مليح مليح بهذا الطريقة حتى يولي كم الرغوة ولا العموس ويولي اخفيف هنا راح نحط عليها بعد ما خلطناها جيدا نحط عليه هذا الكاس نقص منه نصف أسبوع ما يعادل مئتين مئتين وثلاثين غرام انتع السكر ونخلط شوفونا حطيت الباتورتاعي يدور بلا ما نشده يعني قد يتصم ويساعد بزا 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 هنا بعد ما طلع الخالطنتاعي مليح مليح نحط له فارينا ما يعادل مئتين غرام فارينا اللي حوالي زوج كيسان يعني جو سوا سوا مع الكاس يعني ما تدروش بومبي ولا مع المرين طلعين ننتع الفارينا زوج كيسان فارينا ما يعادل مئتين غرام فارينا نعطه زوج مغارف صغار عطر الفانيليا وكيس وكيس امتاع عشر غرام كيس خميرة لحلوبيات وقرصة ملح لتعديل الذوق وهنا نحطه اه خمس مغارف انتاع الماء اللي يخلي هذو الخالط تعنا يجي خفيف ويسفن جي ويجي هشيش شوفوا القاوم بتاعه كيفاش يجي سائل بهذا الطريقة شوفوا كيفاش يجي يجي يجيكم الخالط لازم يجي سائل هنجبت المول تاعلي القطر بتاعه سبعتاش والارتفاع بتاعه اربعتاش سنتيم قطر يعني الفتح هذك سبعتاش الارتفاع اربعتاش سبعتاش على اربعتاش وهنا نبدأ نحط ورقة الاليمنيوم على خاطر هنا مكاش عندي طبي في طبي كويسو ولا ورقات هنجبت ورقة الاليمنيوم فقط ونحط ذلك خارط لداخل ونحركوه بأعود اشيواء لداخل البشر ونحرجو لهذاك الهواء اللي يكون لداخل هنعطو في الفرن يكون شاعر على مية وسبعين درجة مئوية تقريب لمدة خمسة اربعين دقيقة فما فوق حتى ونعطيب شوفوا ما تطلو شاليه حتى يتعدى اه ثلاثين داخل هنحنا نخدمو كريمة الزبدة تعناولا كرام اوبور كرام اوبور اللي هي كريمة الزبدة نحتاجو خمسمائة غرام اه مارغارين بدرج حرارة الغرفة بتكون الطرية بدرج حرارة الغرفة وعدنا هنا مئتين وخمسين غرام سكر ارطب ولا سكر اغلاس نقول نوزلكم كذلك بالكاس ونشوفوش حال يجينا في الميزان انتعنا ننخلطو بالخلاط الكهربائي تعنا بهذه الطريقة شوفوه هنا عندي كاس اللول يعني هنا جوني بالكيسان زوج كيسان بالكاس يجوني يزوج كيسان تاع سكر اغلاس والزبدة رح هي خمسمائة غرام يعني اه ارطل نتاع زبدة ونغرب لها لازم احسن انكم تغربوا هذك سكر اغلاس بشيء مكتل حبيبات ونخلط جيدا حتى نشوفوا هذك القوام بتاعنا ابيض والجنس وكل مكمل مع بعض ويعني من لون المارغارين تاعنا من لون اصفر حيولي لون تها ابيض وكذلك تحسوها باللي خفاف تشوفو كيفاش راهي يعني القوام بتاعها ما شاء الله كلمة زبدة ناجحة مئة بيئة هنحقت عليها هذك مغارب لانتاع الزيت ونزيدوا احتلاء نحطوا لها يلي كات عندكم عسيلة تاع الدار ولا تاع الشري استعملوا ثلث معالق متاع العسيلة وان هنا عندي اه العسيلة الحرة يعني ما كاش عندي عسيلة تعال الحانوت استعملت العسيلة الحرة مور فقط يعني لانها قاوية دوزة بعدها خلطناها جيدا نشوف القوام بتاعها ما شاء الله اجي خفيفها اه والله العظيم اه على ما على ما هذي كلمة زبدة تريح خمساش نيوم في علبة مغلقة في الثلاجة ما يصر لها حتى حاجة هناك فكرة عندي قرعة ياغورت لاي قرعة عندكم اتفقبتها من فوق ونبدأ العمر في هذيك الشربات بعد ما بردت ونحطها في الثلاجة باش ما بعد نسقي بها الكيك التاعنا هنال بعد مرور تقريب فت خمسين دقيقة او ويدي بالداخل على نار قليلة مئة وسبعين دارة جميلة اوية شوفوا بعدها شوفوا مرت اه كيفة ثلاثين دقيقة باش طليت عليه كتدخلوا الفرن ما تطلوش عليه كامل حتى تفوت ثلاثين دقيقة باش ما يهبط لكم شارك الكيك التاعكم راح نقطعها الى ثلاثا قطعها الى ثلاثة مرسوات شوفك في الجلد داخل جات اه مثقبة ما شاء الله وخفيفة نسوي لها صدح تاح الفوقاني وحطها فوق بعضها ذوق تفهموك كل الخطوات هنا كلمة زبدة تاعي كانت اه بردت يعني الامانة اللي كنت اخدمتهم وخليتهم يبردون بعدها رجعت لهم شوفوا كيفاش خرجت كلمة زبدة ما شاء الله الشكل تاحها اه قوام تاحها هاين هنا في هذا المول تاعي راح نحط هنا شو هو جبتك رو كارتو هو لكن صح صح نجوطة بل قطعه الاطراف تاعه حطيت كمية زبدة باش ما يتحرك لي شيء ملتاعي حطيت الطرنش هالولا يعني الكيك تاعي قسمت على ثلاثة شررته بشاربة هذيك باشي قعد الطري ما يجي نش نشف وكما نقول احنا يا ما يحصلش بعدها وجدت لدولتو كلمة زبدة هنا عندي شوية مكسارات اي مكسارات عندكم شوية حلوة تورك هنا فو بيستاشا مهم كانت عندي شوية مكسارات هذا اللي هنا الحشو اختياري ديت له شوكولاتة الطالي ومن بعد ديت له الفيتين شوية تاع فيتين شريت قيس خمسة الاف وخلط كامل هذي المكونات مع بعض بهذا الطريقة وراحين اه بعدها زيت لها شوية على خاطر نازم لي تكون شوية سائلة ما تكون شوية مقرنية بسا وراح هذي الحشو نحشي به لده هنا الحواب بتاع كلمة زبدة كون طلعت ومشي من فوق باش نخلي كأنها حفرة في الوسط ونحط هذيك الخنك تعيد عن مكسارات والفيتين وشو كولة هذيك باش نتحصلوا اذواق اخرى نحط طبقة الثانية ونزيد نشربها مليح مليح بذلك شربت اللي خدمناها ونبدأ ندير نفس العملية يعني نطلع الحواب نحط شي كريمة في الوسط وهذه المرة نبدل الحشوة التاعي اللي استعملت فيها هنا يا مربى الكارز ولا كون في تور انت حبل ملوك كماراكم نشوفو ونبعد نزيد نحط عليها هنا يا الاناناس المعلم انتم ما شوفوا يذكر عندكم بانان ولا تفاح ولا اي حاجة قطعوا قطعها صغيرة وحطوه لداخل تقدروا في نفس طبقتين ديروا نفس الحشوة يعني كل واحد حسب مقدوره استعملتهم عبيت نبدل ادواق وشوفوا بهذا الطريقة شوفوا الطبقة الاخيرة فقط هذك الفوقانية وشرح نديرها نحن نقلبها الجهة السفلية باش علاش باش لوجه الفوقاني يجيني كما يقولوا احنا يا متساوي لان الفوق كانت شوية بومبي عاوت لالا قسمتها والفوقانية رجعتها من السوء التحت والتحت نية خليتها من فوق بهذا الطريقة ونضغط عليها شوية ما يكونش قوي جدا باش ما تخرج كامل هذيك الزبدة هذيك الحشوة كلمة الزبدة والحشوة وزيت شربتها وضغطتها شوية بالتبصي ولا اي حاجة يكون موسطح من فوق مهمة تبطوش عليها بزا هنا راح نسوي لها كامل اطراف متاحة باش يكون شوية الوجهة متاحة ومستاوي يعني كنت لكم هذي كان شوية مزلوبة هذي بردوها كقاعدة كدوا عدوا تخدموا بكلمة زبدة ولا كلمة شانتي باش الوجهة تاعة الكيكا تاكم ولا اي حاجة تجي املس ديلوا في طاس شوية تاعة مسخون ومن داك حطوا في الاسباطو هذيك ومسحوها باش هذيك الوجه يجيكم كامل املس شوفوا هذا الطريق. هنا جبت اه عجينة السكر وديت لها شوية تايلوز وديت نعجن فيها باش هنا راح يساعد عجينة سكر باش نشف بالخف. ونعجنها شوية في يدي كمراكم الجوفور شيت شوية تعال نشا وقست هذك الكهات تاعي شحال القطرة التاحة وشحال الارتفاع التاحة وسويت لها بهذا الطريقة هنا راح نديك شغل اه طبلية شوفوك باش حبط لها الحواف افتاحها هنا كيجي انا الجافو غنية وبدت لساقها فيها بالغراء الغدائي كما راكم تجون فيه وبدت زين يعني اه كما نقولو احنا كيك ديزاين الكيك ديزاين اه ديزاين اه يعني لازم تديروا الاخية الخيال تعاكم ابداع فيها باش تاخد مرها هذك كحولة بالنقاطي شغل القفالات في طابليا وكتب من فوق اسمر الجزائري وهنا كون قد كملت الكيك ديزاين من فوق تمسعوها بعسيلة ولا نديك لها من فوق الغيراء اه الغيراء الغدائي من فوق باش تطعيني كلها معه وزينتها بوردة تعاجينة سكر وحط فيها شموع هذوك وشكرا شكرا شكرا جزيلا اللي كامل سندوني ولي كامل دعموني بفضل بتاعكم بفضل الله وفضلكم اللي وصلت وين استلمت الذرع الفضي والله العظيم اشكركم ضد ما اشكركم يعني اقليل فيكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ونشكركم كل واحد باسمه شكرا جزيلا على وفائكم لي ويعطيكم الصحة ان شاء الله وان شاء الله الى الاحسن والاحسن والاحسن باذن الله ترى ويعطيكم بزاب بزاب سلام اشتركوا في القناة